أكد صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة من علاقات استراتيجية مميزة على مختلف الألاصر وأشار سموء إلى حرص مملكة البحرين الدائم بتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله بقصر رفاع اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز براد فورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث رحب سموه بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين منوها بجهود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر